مزال خير مشاهدي صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي على فيسبوك معكم ربيع شنطف من منزل الصحافي الزميل يوسف الدياب والملم بالشأن القضائي وخصوصا بمسألة مرفق بيروت اليوم القرار كما تعرفوا مفاجئ جدا لا تنحيط القاضي صوان رح نستفسر أكتر قضائيا بالتزامن مع زميلتنا غيدا جبالي اللي عم تنقل على الأرض انقطاع الطريق من قبل أهالي الشهداء المرفق بالإطارات عم يقضعوا الطريق احتجاجا على ما يجري استاذ يوسف شكرا على الاستضافة بالبداية يعني قرار مفاجئ وحتى حضرتك قلت لي أنك تفاجأت شو صار اليوم؟ يعني هو صراحة كان القرار مفاجئ لأنه نحن من فترة لما نقدموا الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر مذكرة طلبوا فيها كف يد القاضي فادي صوان عن التحقيق كان المحكمة التمييز طلبت الملف من القاضي صوان للأطلاع عليه ولكن يعني بعد أسبوعين أو ثلاث أسابيع أعادت الملف للقاضي صوان وطلبت منه استئناف التحقيق من النقطة التي وصل إليها كان بزهننا يعني أو القراءة الأولية لإعادة الملف للقاضي صوان كان يوحي بأنه المحكمة ستبقي الملف مع المحقق العدلي اليوم اتفاجأنا أنه المحكمة صدرت قرار بالأكثرية يعني قاضيين من أصل ثلاثة قضاة صدروا قرار بنقل الدعوة من القاضي فادي صوان قاضي العريضي هو اللي اعتراض قاضي فادي العريضي اللي اعتراض المحكمة يعني قرارة كان كبير تقريبا بستة وعشرين صفعة استعرضت فيه شو طلبوا الوزيرين زعيطر وخليل بالمذكرة واستعرضت أيضا شو ردود أطراف الدعوة بما فينا القاضي صوان على هذه المذكرة اللي يعني بفاجأك بالقرار أنه المحكمة ركزت على أنه القاضي فادي صوان هو أحد المتضررين من انفجار مرفأ بيروت لأنه بيته بالأشرفية وتضرر يعني تعرض لا تكسير وما تكسير بالانفجار وقام الزلمي بإصلاح هذه الأعطال على نفقته الخاصة اعتبرت المحكمة أنه مجرد أن تضرر هو بهذا الانفجار يعني تلقائيا وعاطفيا سيكون قلبه مع المتضررين من انفجار المرفأ وأضافت المحكمة أيضا عنصر أساسي أنه لا يجوز تعيين أي قاضي لحق فيه ضرر مباشر ولا غير مباشر بانفجار المرفأ نقطة نقطة أقنعك هذا الشيء يعني أنا كصحافي قضائي تعتبر ومتابع ودائما على تواصل مع الفادي الآدي صوان ومع كل القضاة أنا يعني كصحافي فاجأني هذا القرار لأنه يعني ما فيه ما بعتقد أنه يعني من الموجب أن تستند المحكمة إلى هذه المعطاة دلت كله نهد يومك أيوا هذا اللي بديل لك ثم تقول أنه ما فيك تعيين ولا قاضي تضرر مباشرة ولا غير مباشرة نحن فينا نقول اليوم أكترية القضاة سكنين بنطاق بيروت يعني كل القضاة تضرروا المسألة الثانية ما في حدا من قضاة لبنان عم نحكي القضاة المخضرمين اللي ممكن يستلموا ملف بهذه الخطورة إلا أصيب له أحد من أقاربه أو تضرر منزل أحد من أقاربه أو حتى كان متعاطف إنسانيا ووجدانيا مع اللي حصل بمرفق بيروت ومع ضحايا مرفق بيروت وبالتالي من خلال هذا القرار أنت اليوم استسنادت كل الأضاة اللبنانيين يعني هذا الموجب اللي أدى إلى كف يد القاضي فادي صوان أنا بتأديري وبقراءتي الصحفي ولا أنا لست قاضيا ولكن أنا برأيي هذا قرار غير مقنع وأعزز هذه الفرضية بي المخالفة اللي صدر القاضي فادي العريدي واللي قال إنه هذا القاضي إذا تضرر بالمرفأ أو بانفجار المرفأ لا يعني إنه هو مدعي ولا يعني إنه هو فقد الحيدي والاستقلال يعني الحجة متما فهمت منك ويتما هينبيني الحجة ضعيفة لحتى تنحيته وهي شغلة شغلة تانية هل تعرضت محكمة التمييز لضغوطات سياسية فائقة لحتى اتخذت هذا القرار علماً متما أنت قلت أنه قبل لا ما ما نحو اليوم نحو فيها الأدى ضغوطات سياسية يعني أنا لم ألمس ولا أي دليل مباشر على هذا الموضوع ولكن أنا أيضاً عندي معلومات بأنه في قاضيان بالهيئة تنسحبوا منها وتنحوا عن الملف اللي فهمته أنا بناءاً للتدخلات وضغوط سياسية عندما عين الرئيس الأول اللي محكمة التمييز القاضي سوهيل عبود قاضيان بديل عنهن أنا بعرف إنه هذو القاضيان البديلين اتعرضوا أيضاً لضغوط للانسحاب من هولاً لقبل القاضي سوان عم تحكيه لقبل القاضي سوان لا لأ عم بحكي عن محكمة التمييز اليوم اللي هي نظرت بهذا الملف كان القاضي جمال الحجار ومعه عضوين آخرين العضوين الآخرين اتنحوا عن هذا الملف أنا بعرف إنه كانوا عم يتعرضوا لضغوط سياسية من أجل إصدار قرار يتلقم مع طلب نقل الملف من القاضي سوات أمام هيدا الضغوط وما سمعته أنا أنه هذي القضاء تتنحوا أنه أنا نحنا ما بنقبل نكون تحت تأثير الضغط أنه نصدر قرار معين وقيل لي أنه هيدا الضغط كرر اليوم يعني كان في مراجع سياسية تدخلت معجهات أيضا لسحب أحد القضاء من هيدا المحكمة وبالتالي أن تفقد المحكمة مبرر أبقاء القاضي سوان لم تفلح هيدا الأمور بس نفسر للناس اللي ما كتير بيعرفوا أنون المحكمة من كم قاضي مقلف برئاسة القاضي سوان في منهم فلوا خلينا نوضحها القاضي سوان هو عدلي مخص وعم ينظر بهذا الملف قاضي الحجار إجا الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر طعنوا بشرعية استمرار القاضي فادي سوان بالتحقيق هيدا الطعن اللي قدموه عندهم محكمة التمييز الجزائي برئاسة القاضي جمال الحجار ومعه المستشارين فادي العريدة وإيفون بولحود صبيه وبلشت المحكمة تنظر بهذا الملف هيدا المحكمة اللي برئاسة القاضي الحجار وعضوية القاضيين العريدة وإبو الحود هي اللي صدرت قرارة اليوم بهذا الموضوع واللي أنا ما بعرف إذا فيني أفصله عن الضغوط السياسية اللي عم يتعرض له التحقيق بإنفجار مرفع القاضي سوان من خلال متابعتك للملف من أول لحظة من ست شهر ونص تقريبا ومن لم نستلم القاضي سوان يعني بعد ست شهر ونص أكيد قديش كان عم يتعرض هو شخصيا لتليفونات عم يتصطفي لشو يعمل أولا القاضي سوان قبل ما يتعين قاضي بهذا الملف أنا بعرفه يعني بعرفه عن قرب وهو كان قاضي تحقيق بالمحكمة العسكرية رجل لا يستمع إلى كل الاتصالات السياسية ولا إلى كل الضغوط طبعا ما في شك أنه تعرض لضغوط ببداية عمله خصوصا لما نوقف عدد من الضباط بانفجار مرفع بيروت تعرض لضغوط أمنية وتعرض لضغوط سياسية لكنه لم يتراجع أمام قناعته بأنه لازم يزعب باتجاه مثل هذا القرار شغلي تاني كمان استاذ ربيع خليني يقول لك اليوم كتير عام ينحكي أنه القاضي سوان كان ظالم كتير بقصة توقيف هذا العدد من الأشخاص اليوم عندك تقريبا 25 موقوف في كتير ناس بيقول لك أنه هادي أكتريتهم استنفذت المهلة القانونية لتوقيفه وبالتالي يجب أن يطلق صراحة أو نظلموا ولكن أيضا في معطيات بالملف مش الكل بيقدروا يعرفه وما كل الناس مطلع على حيثية الملف شغلي تاني استمرار التوقيف لبعض الأشخاص ربما يكون له غير قصة الإجراء العقابي ممكن يكون له بعدان البعد الأول حماية أدلة التحقيق من خلال استمرار بعض الأشخاص موقوفين والمسألة الثانية ربما هي حماية بعض الأشخاص الموقوفين حمايتهم لأنه ربما من بيقدر يعرف هذا الشيء هالمحامين بيقدروا يعرفوا أهليهم بيقدروا إذا لأنه عتصموا كذا مرة الأهالي لك خلينا نقول شغلي في أحيانا الأدلة والمعطيات الموجودة بالملف ما كل الناس بتقدر تعرفها مقصود أنا إذا واحد أنه موقوف لحمايته هل أهل بيعرفوا ولا لا هيدا كمان كله ضمن سرية حتى ما يصير فيه شعور مش بالضروري لأنه الأهالي ممكن يكونوا فاكرينه مظلوم يمكن يكونوا بيعتبروا فيه تجني عليه ولكن أنا لك اليوم الأقضاء عفوا بس المقصود كان أنه بيعرفوا أنه موقوف بس لحمايته أنه إذا دهرتوا بيصير له شيء لا مش بالضروري مش بالضروري يعرفوا ومش ضروري يعرفوا أكيد مش لازم يعرفوا كمان القاضي اليوم ما فيه بوح بكل ما لديه من معطيات لأهالي الضحايا ولأهالي الموقوفين أيضا ولا للمحامين لأنه هذا شيء بيمس بسرية التحقيق وبركاز الأساسي للحفاظ على أدلة التحقيق خلينا نحكي سياسيا بالبداية تدرج استدعي رئيس الحكومة وصالة البلبلة رئيس الجمهورية نحكى أنه لازم وبيعرف وما بيعرف بلش يتدرج بقصة النواب لأنه القاضي صوان درب على الوتر الحساس واستدعى ناس ما بيستدعوا بين مزدوجين بجمهورية مثل لبنان عملوا المستحيل حتى شلوه وبالتالي قلتلي بكرة فيه طوني صليبة هو رئيس جهاز الأمن الدولة مفروض كان يشوفه هل اللي صار اليوم كمان استباقا لهذا الأمر علما بأنه صليبة الكل بيعرف أنه مقرر من رئيس الجمهورية يعني الناس هيك بتقول هحكيك بالمباشر استذراكيك خلال معلوماتي ناس بالأرض عم يعتصموا مش متحملين وعم يعملوا أمور لأنه وعرفوا أنه رجعوا لنقطة صفر لأربعة آقاب نحن هلأ خليني يكون معك صريح كل الأطراف السياسية اليوم مستفيدة وربما هي فرحة إلى حد كبير بإقصاء القاضي فادي صوان عن الملف لأنه كل الأطراف السياسية كانت مضغوطة وكل الأطراف السياسية كانت عم تواجه حقائق عم يروح عليها القاضي وهي المرة الأولى كانت بتاريخ القضاء اللبناني هناك من يتجرأ على الإدعاء على سياسيين ونواب ووزراء من دون سلوك الإجراءات الروتينية اللي هي بتعطي المسار التحيي بمعنى أنه قاضي صوان عندما استمع إلى عدد من السياسيين كشهود بين الرئيس الحكومة وطبعاً الوزراء ووزر العدل ووزر الأشغال ووزر المال استمع لهم كشهود ولكن عندما كون معطيات على وجود شبهات حاولون طلب من مجلس النواب أن تفضل قوم بواجبك عندما أعيد كتابه من مجلس النواب وقاله لن نقوم بأي إجراء لأنه لم تتوفر لدينا شبهات كان القاضي صوان يملك من الجرء ما يكفي على أن يدعي على ثلاثة وزراء وهو يعرف أن هؤلاء الوزراء لو كانوا سابقين ونواب حاليين يملكون من الحصان السياسي والأمني ما يكفي وباعتئاد هذه القوى أن القاضي صوان كان جريء أكثر من اللزوم خصوصاً عندما ادعى على رئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال الرئيس حسان ادياب ورغم تعاطف بعض القوى السياسية والرئيس سعد الحريري معه هو استمر بهذا الإجراء وقال له لرئيس الحكومة كان يعني يحدد له أنه أنا رايح لعندك الثلاثة الساعة عشرة رفض استقباله ورجع قال له تانيه الخميس الساعة تسعة رفض أم رجع قال له كمستمع لا كمدعى عليه نعم كمدعى عليه كان طلب منه تحديد موعد لا يروح يستجبه أم بالمرة الثالثة قال له أنا رايح لعندك الجمعة الساعة التسعة يعني هو يحدد موعد لحاله وراح كان صدر المذكرة برد القاضي صوان أو كف يده وعلق الملف لشان هيك أنا بقول لك اليوم كل القوى السياسية مبسوطة وسعيد اليوم بوقف التحقيق سحب الملف من القاضي فهذه صوان هلأ إلى أين إذا فينا نسأل هيدا السؤال إلى أين الموضوع القاضي صوانا قدرت تعرف شو ردت فعله انصدم ولا لا شو ممكن ينعمل خلاص ما بقى هو ولا لأنه البعض قال أنه وزيرت العدل بيئيدها للموضوع لأنه هي لأنه هي عيانته بمرسوم فهي فيها ترجع تثبته يعني إذا بده لا وزيرت العدل ما بقى فيها تسمي لأ له طالما أنه طعن بشرعية وجوده واعتبرت المحكمة في إرتياب مشروع لم يعد بالإمكان أنا سمعت من أحد المحامين قال هذا الشيء في محاولة بطريقة أخرى نقابة المحامين في بيروت كونها هي وكيلة وكيلة الأنونية لستمئة وعشرين متضرم بانفجار بيروت تدرس اليوم يعني أنا هلأ قبل المغرب جيت من نقابة المحامين في جهاز من المحامين لجنة من المحامين عم تدرس داخل النقابة إمكانية الطعن بهذا القرار أمام الهيئة العليا لمحكمة التمييز الهيئة العامة لمحكمة التمييز اللي هي بترقسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وبالضمن تسع أعضاء اللي هن رؤساء محاكم التمييز في لبنان من ضمن مدعمة التمييز لا مدعمة التمييز من ضمن القادي جمال حجار ولكن لا يحق له أن يكون عضو بهذه الهيئة هلأ هو بده ينسحب لأنه عاطي أرار ومطعون بأراره وبالتالي إذا إدرت أن أبت المحامين تسلك هذا المسار بيكون شيء مشجع جدا لأنه قد يكون للهيئة العامة لمحكمة التمييز رأي آخر وقد توافق على رأي محكمة التمييز بس ديلك شغلي أكثر من هيك اليوم أي قاضي سيعين بهذا الملف يعني هو سيكون قاضي انتحاري ويتلقف كرة نار هو اللي بيعرف اليوم أنه من السياسين مش رح يخلاص ومن أهالي الضحايا مش رح يخلاص ومن المدعى عليهم مش رح يخلاص يعني كأنك عم تقلت لفلفت القصة وروحوا أبو شوكن بيئتكن والأضيف هذي صوان يعني بعبال ما يلاقوا واحد تاني عفوا قاضي تاني بده يعبي وقته ولا لا خلاص ما بقى يدقرشيه اليوم لا لا ما فيه خلاص ما بقى يحقل له ينظر بالملف نهائيا حتى مش بالمعنى السياسي تصريف أعمال لا لا ما فيه خلاص يعني هلأ الأهالي بالهواء أنا بمعلوماتي بكرة القاضي صوان صباحا سيتغم بلغ قرار محكمة التمييز يصدر أمر بيرفع يده عن الملف ويسلم الملف إلى النيابة العامة التمييزية بانتظار أن تعين وزيرة العدل محقق عدلي جديد يوافق عليه مجلس القضاء العامة أنا عرفت أنه بس يتبلغ يعتبر نافذ الموضوع أولاك حيتبلغ قبل اللقاء مع اللواء الصليبة ولا بالتأكيد قبل بالتأكيد قبل نعم فيك تقولي عايب الشوم على هاك دولة على هاك دولة لأنه عزرني على عم بستعمل بعض العبارات لأنه عن جد الناس كتير مستاقة وهلأ عم بيهددوا أنه بدي حدر له بالشارع ومن بكرة في تصعيد هلأ عم بقرة مباشرة بكرة في تصعيد أمام منازل المسؤولين هل بتشجع أمام منازل المسؤولين لأنه هن تحملوا مسؤولية كف يد القاضي صوان يعني أنا لا بشجع ولا بحرد على أي إجراء أنا كصحافي اليوم بقول شي محزن اللي عم يصير بالقضاء اللبناني شي محزن موضوع تطويع القضاء بهذه الطريقة وترويده لكي يكون مؤتلفا مع توجهات القوى السياسية ترويد للإعلاميين يعني بمبارح كان هل هي سلسلة في سلسلة هذا يأتي من ضمن سياق معين من ضمن نهج متبع اليوم من قبل المنظومي الحاكمي في البلد من رأس الهرم إلى أدنى الهرم وهذا شي محزن وهذا شي بيدله بيثبت على واقعة أن القضاء اللبناني اليوم عاجز على التحقيق في قضايا خطيرة مثل قضية انفجار المرفع مثل الاغتيالات السياسية والإعلامية اللي نحن عم نشوفها لأنه صرنا اليوم بكل قضية كبيرة وخطيرة مفروض على اللبنانيين دغري يتوجهوا لطلب لجنة التحقيق دولية في شي سر أو أسرار تملكها فيك تعطينا إياها بعد ما تنحها خلاص ما نحي إذا بدك قادي صوان صار فيك تكشف بعض الأمور يعني ما في شي أنا يعني أنا ما بملك المعطيات اللي عندويا المحاق العدلي ولكن أنا بعرف أنه المحاق العدلي كان يملك من الجرأة أنه عندما يستجوب السياسيين وزراء أو قادة أجهزة أمنيين بالمرحلة المقبلة أنه لن يتوانى عن إصدار مذكرات توقيف بأي واحد منهم تتعزز الشبهات بحقه هذا اللي سرع وبمعلومات خاصة لألي أنه أغلبية السياسيين اللي كانوا مستدعين إلى التحقيق كانوا لديهم خوف حقيقي بأن تصدر مذكرات توقيف بحق أنه يروحوا على الحبس لأنهم كانوا بيعرفوا أنه حتى مرجعياتهم السياسية عاجزة عن تغطيتهم بهذا الموضوع لأنه القادة فدي صوان رفض الانسياع لأي ضغط أو لأي اتصالات تجي من الخارج مدعوما من ضميره أنا بتصور بالدرجة الأولى والأهالي مؤمنين بما يقوم في هذا القادة تعرف لش هلأ عفوا على تعبير جانين الأهالي لأنه كانوا شايفين بس أنه هو قادر يشتغل في حين حددك عم تقول ما فيه بقى قادة تاني أو بدي يكون انتحاري أو بدي يكون منصاع يعني هؤلاء تلات احتمالات ما في حل من اتنين يعني يا قادي خانع وخاضع يا قادي انتحاري يسلك المسار اللي يسلكه القادي فدي صوان وهيدا ما بتقدر تأمنه بكل الظروف أو أنه الملف سيطمس وعنده سيكون القضاء والقوى السياسية بمواجهة الناس وبمواجهة الضحايا وبتصور هيدا الغضب ربما ما يفجر غضب على مستوى الشارع اللبناني كله سيطمس الملف؟ آخر سؤال أنا بتأديري الملف لن يطمس لأنه في كتير عوامل داخلية وخارجية بطرف التمسو إستاذ خارجية خارجية اليوم خب في دول معنية بملف التحييل عن وصاقات إلى ضحايا بملف مرفع بيروت في فرنسا في دول أخرى أيضا في أحد السفر ماتت مرتو بال العلماء سفير دولي أجنبية أعرف إذا البلجيكي أو شيء ما بتذكر الهولندي صح لذلك أنا بتصور الملف له بعد خارجي لا يمكن اليوم تمسو ولكن أنا بتأديري إذا الملف رأى على التدويل أو التحقيق رأى على التدويل يعني فيك تقول أنه وضع القضاء اللبناني محزن وللأسف وهذا بيعكس صورة البلد بكل مؤسسة لماذا التدويل استفدنا منه؟ يعني سليم عياش ولكن 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 التحقيق استاذ ربيع وصل ليستجوم أشخاص ما كان حدا بيقدر يفكر أنه بيقدر يوصلون وصلون ووصل لأنه يسمي جهة سياسية وأنظمة متورطة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يعني قال لك الحقيقة وناطر يوحي صحيح بغض النظر توقف سليم عياش أو ما توقف أداناً اللي معه أو ما أداناً ولكن هو حيثيات الحكم المحكم الدولي تحدثت عن أدوار مباشرة لفرق أفريقاء لرفاق سليم عياش بالقضية وتحدثت عن أدلة سياسية متواضعة فيها النظام السوري وأنظمة أخرى باغتيال الرئيس رفيق الحريري ولكن هي طبعاً ما كان فيها الدين نظام لأنه هذا مش مصبوح بالنظام القواعد الإجراءات والإثبات وما فيها الدين أحزاب أيضاً وبما خاص تبرئت رفاق سليم عياش قالت أنه كتير عندنا أدلة تعزز فرضية وجودهم ولكن لا نملك الدليل الحسي والقاطع على طورتهم لكي لا يكون حكم المحكمة قابل للضرب أو للأبطال كلمة أخيرة للأهالي بتقلهم أنه يعني لكم الله بقلهم هني بوضع لا يحسدوا عليه عم يحطوكم أمام واقع من اثنين أما الاستسلام وأنه تنسوا دمه لا تكون وأما التصعيد اللي هو بده أدي إلى انفجار واسع بالشارع أنا إذا قالوا هني ذاهبين نحن إلى التصعيد يعني أنا ما فيني إلا ما أتفهمهم وأنا كنت الأسبوع الماضي بحلقة مع الأستاذ مرسيل غانم اتفجأت بأحد الشهداء بيقول إذا نحي القادي فادي صوان عن الملف سأتحول إلى داعشي وسأخذ حقي بيدي تعرف أنه في ناس ألتها هلأ؟ هلأ كنت عم نقرأ وعم نشاهد معه يناس عم يقولوا نحن بدنا نقط حقنا بإيدنا طالما القضاء ما أدر يخضلنا حقنا للأسف للأسف يعني موقف اليوم اللي صار محزين جدا الله يعين الأهيري والله يعيننا كلنا لأنه كلنا معتبرين حالنا معنيين ليما تضرر بأنه فقط حدا نجرح له حدا وليما نجرح له حدا تضرر بيته ليما تضرر بيته انخرب بيته أنه بطل قادي روحها شركي يشتغل فيها لأنه اتدمرت بشكر كتير أستاذ يوسف دياب يعني دايما بيغنينا بالمعلومات القضائية ونحن ما منفكر مين مدنا نحكي بس بدنا هيدا الملف أو غيره من الملفات القضائية دغري منتصل وبنجي لعند الأستاذ يوسف دياب كنا معكم ربيع شنطف محمود السيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر